بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم نستكمل ما بدأنا مسائل على مقدمة في علم الفيزياء في الفيزياء introduction to physics اليوم هنأخذ شابتر 5 mechanical properties of materials يعني الخواص الميكانيكية للمواد طبعا احنا لو فكرنا الشابتر ده احنا درسنا فيه السترس اللي هو الجهد السترين اللي هو الانفعال وسترس كان يعني force على area أو force divided by area قوة على مساحة وخدنا السترين اللي هو عبارة على التغير على الأصل هنأخذ مثال a bar has dimensions of one centimeter by one centimeter bar يعني شريحة كده أو ساق الساق دي أبعادها واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر يعني احنا لو رسمناها بهذا الشكل البارده أبعاده تمام dimensions بتاعته one centimeter by one centimeter يبقى هنا one centimeter وهنا one centimeter ما لا by twenty centimeter برضو يبقى طول هنا بقى يبقى مديني الثلاث أبعاد 20 سنتيمتر طول one centimeter عرض one centimeter sickness it's subjected to a one a ten thousand newton tension force حصرنا عليه بقوة شد قوة شد شدناها كده هذه القوة مقدارها كام ten thousand newton تمام and stretches تمام وحصل له سطالة مقدارها كام 0.01 one centimeter يبقى مدلتا L الزيادة اللي حصلت في الطول 0.01 centimeter الزيادة اللي حصلت في الطول find a stress وجد the stress اللي هو الاجهاد the stress علامته كده هو زي ما خدناها بكده وببار force divided by area force of cam force ten thousand newton وبعدين المساحة كام المساحة طبعا المساحة كلها الarea سنأخذ one centimeter divided by one centimeter divided by twenty centimeter تمام بس نحن نأخذ هنا ما نأخذ الحجم نأخذ المساحة يعني one centimeter cross area اهي يبقى one centimeter one centimeter بس الone centimeter نحولها نحن نقول الوحدات ما دام دي بالنيوتن يبقى لازم المسافة بالمتر يبقى نحولها للمتر يبقى نقسم عالمية يبقى 0.01 تمام مضروبة برضو في 0.01 يبقى كده حولت أنا الأبعاد بتاعتي بالمتر وكل الأبعاد عندي في المسألة بال SI units بالنظام العالمي للوحدات عندما أبدأ بالمتر بالمتر سوف نجد أنها تساوي 10 to the power of 8 طبعا وحدة بتاعت السترس نيوتن لكل لمدة مربع هذا السترس يبقى نجد السترس خلاص والسترين والإجهاد أصف الإنفعال والإنفعال برمز بالرمز Epsilon يبقى أول تمام وده اثنين تمام الابسلون تساوي delta L التغير التلائف الطول كام 0.01 الطول الأصل كام 20 طبعا لاحظنا لأنها نسبة لو حوالت وضربت هنا في 10 أسالب 2 حتى تحوق المتر هنا سوف نضغط 10 to the power of minus 2 سوف نذهب مع بعض ويمكن أنك ممكن نسيبها طول كده من البداية في الاخر خاصة من الحسيب يبقى 5 في 10 to the power of minus 4 وما لاحظنا وحدة تمام لأن هذه عبارة عن نسبة المطلوب التالي يعني نركز فيه لو سمحتم if the stress strain graph is a straight line زكاة العلاقة بين stress وال strain هي خط مستقيم هذا معنان stress يتناسب مع strain ناخذ من يبقى stress يتناسب تناسب طرديا مع من مع strain 10 يبقى العلاقة بينهم عبارة عن straight line خط يبقى is a straight line how much does the bar stretch when the applied force is increased to 50 thousand newtons لو كانت علاقة بين stress وال strain علاقة خطية البار الساخ سيستطيل بمقدار كام لو زودنا عليه القوة 10 الاول لكن ستزيد من 10 thousand newtons إلى 50 thousand newtons في هذه الحالة التغير في حق طول حيبه كام يبقى نحسب هنا بحاجة اسمه increased factor يبقى the increased factor of the force حماله بقى سيقوم increase factor of the elongation اللي هو الاستضالة يبقى زيادة عامل زيادة في القوة بسو عامل زيادة في الاستضالة شيء طبيعي عامل الزيادة في القوة زي increased factor of force بسو 50,000 على 10,000 سيجعلني كام سيجعلني 5 يبقى إذا الزي الزي الاصطلاة الحاصلة كام الاصطلاة الاولى كانت مقدارة 0.0 لو فاكرين يعني الزي الاولى لما صلطنا قوة مقدارة 10,000 نيوتن كانت 0.01 سنتيميل الزيادة سيجعلني كام زي جديدة يبقى الزي الاصطلاة becomes 5 الزي 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 0.01 سيجعلني 0.05 سنتيميل حسبت الزي 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 50,000 نيوتن على 10,000 نيوتن الزي 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 طبيعي حيث الزي ف ستجعل خاطئ من ستجعل في الزي 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 لأن نحسب عضو الزي مسائل جديد بيقول vertical steel المسائل هنا كررنا اكتب مرة مهمة جدا ان تقدر تفهم الاعتبارات النظرية 2 meter long bar has a rectangular cross section of 0.02 meter by 0.04 meter انا عند بار اهو نفس اللي خدنا من شوية هذا الشكل طبعا 2 meter long bar يبدأ 2 meter وبتاعها 2 meter 3 meter long bar has a rectangular cross section of 0.04 meter if it is subjected to a 1000 new force لو اثرنا على هذه البار بقوة مقدارها 1000 newtons ما هو الاجهاد اول حاجة الاجهاد احنا قلنا ابسلون كده يساوي ايه؟ الاجهاد يساوي قوة على مساحة القوة عندي 1000 فالمساحة يبقى يساوي الايه لازم احسبها الاول 0.0 2 مضروبة 0.04 يديني 8 10 to the power of minus 4 والوحدة بتاعتها متر مربع شيء طبيعي لان ده مساحة يبقى نعود عن الكلام ده كله يبقى في هذه الحالة الان بتاعتي بتساوي على طول 1000 newtons اللي هي القوة 10,000 هي في المسألة القوة 10,000 لكنه نسي طبعا 10,000 10,000 على 8 المساحة اللي حسبناها 2 مضروبة في times 2 10 to the power of minus 4 حتى تساوي كان حتى تساوي 12.5 مضروبة 10 to the power of 6 الوحدة بتاعتها نيوتن لكل متر مربع ده واحدة الاسترس أو نيوتن متر minus 2 ده ابارة المسألة بتاعت وحلها بسيط جدا ناخد مسألة اخرى A vertical steel post صندوق من الحديث الصلب عمودي وقف عمودي is 3 meter long صندوق مثل صندوق A vertical steel post is 3 meters long ثلاثة متر ثلاثة متر and has a radius of a point radius طبعا نصف القطر نصف القطر كام؟ هنا نصف القطر طبعا آسف هو البوكس بشكل ده استوانا بهذا الشكل يبدأ ثلاثة متر يعني ده الشكل بتاعه وده مش ده تمام نصف القطر بتاعه يبدأ long وده نصف القطر هنا النصف القطر عبارة عن 0.1 يبدأ R 0.1 It's supporting a load of 10 to the power of 5 نيوتن يبدأ القوة المصلطة عليها 10 to the power of 5 نيوتن تمام find the stress and strain in the post and find the change in the lens نحن نعود stress قوة divided by مساحة القوة 10 to the power of 5 مساحة المقطع مساحة دايرة by R 3 14 100 R 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 أحسب 3.18 10 to the power of 6 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 نحن جميعا نتأكد أن هذه الحسابات تربيع حسابات يصعيحة أو لا نحسب السترين السترين الذي يبسونه عبارة عن عبارة عن السترين طبعا عمل إي إيه لألاقة بين السترس والسترين إيه لألاقة بين السترس والسترين هي معامل ينج معامل ينج هو ال I Capital يتساوي إيه اجهاد على انفعال يبقى في هذه الحالة الانفعال يساوي إجهاد على معامل ينج والمعامل ينج للسطيل يساوي كم؟ يساوي 2x10 to the power of 10Nm-2 سوف نعود بالقيمة في المعادلة الأصلية حسبت الإجهاد ومعامل ينج للسطيل يساوي الانفعال الإجهاد حسبنا 3.18 10 to the power of 6 معامل ينج 2x10 to the power of 10Nm-2 سوف نعود 1.59 10 to the power of –5 نريد إجهاد حسبنا الحسب يعني أنه الإجهاد في الجانب طبيعي أن أحسبنا الإجهاد إجهاد حسبنا حسبنا فى الأحيات ثم يعانيي الزائج على الحد من الطريقة الطول الأصلي. يبقى هو طالب مين؟ طالب دلتا ال اللي هو change in lens يساوي يساوي السترين في ال L الذي انفعال في الطول الأصلي. أنا حسبنا السترين كانت 1.59 مدروه في 10 to the power of minus 5 اللي هو الانفعال حسبناه في الخطوة السابقة. مدروه في الطول. الطول بكام؟ بثلاثة. لما حسب دولة يديني 4.777 مدروه في 10 to the power of minus 5. تمام ميتر. طبعا هنا الدلتا ال على طول تساوي. مقدار التغير في الطول. شكرا لكم.